مرحبا بكم في قناة دي دي سامدي والخل وكيف يتعاملون معه في تربية الارانب ويعني اسمهما الامراض اللي ممكن ان الارانب ديالنا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينين بعض الصيدريات اللي كتمشي عندهم الصيدرية بيطارية وهذا الشي عند تجريبة يعني سوّلت واحد الصيد يعني يعني نقوله خدام تهوف واحد واحد عند بيطاري وهضر لي علاء مني كتمشي عند البيطاري وكيعطيك كتقول له مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا الكوكسيديا هي لا دياري يعني كرشهم كتكون جارية عشنو كيعطيك؟ كيعطيك واحد القرعة يعني ما كيقول لكش اسمه و المحتوى دياله منين كتتحلها كتلقى فيها ريحة الخل يعني منين كتشمها كتلقى فيها ريحة الخل منين احضر معاي الصيد قال لي يا ارا هاداك غيء خل عادي ما كيديروش فيه شي حاجة زيادة ولا والغريب في الامر انهم كيبيعوه بعشر دلاهم لقرعة صغيرة عند ذاك يعني قرعة صغيرة كتباء بعشر دلاهم كيقول لك ديرها ثلاثة المرات تاربعة المرات و فعلا ما كيبقاش عندك المشكلة هاد القرعة هادي يعني ذاك القرعة الصغيرة ممكن ان هاد القرعة هادي دير ربعة دلاهم و نص ممكن تدير منها واحد احنا نقولوا واحد جوج ثلاثة اربعة تستديل القنينات صغار تخيلوا السفل القنينات صغار هو نفس المفعول اذا نهضروا على اه دبا درنا على هاد هاد يعني الاختلاف الاتمينة نهضروا دبا على اشنك يدير هاد الخل الكوكسيديا اسموه اشنه هي بالنسبة الارنب الصغار او حتى الكبار وهو من كرشهم كتجرة كتولي انت ما قادرش هو الارنب ما قادرش يسيطر على كرشو وكيضعف يعني كيولي ديك الفضالات ديالو ماشي مكورين مكورين مكركبين با يعني بوحد دائري بشكل دائري لا كتولي كرشو احلا يعني احنا مني كانشوفو الكاج ديالنا يعني بتربية دي الكيجان مني كانشوفو في الميكة يعني تحت هذه الميكة هذه الحلاكة ما كتشوفوش الفضالات كما كتشوفوهم دابع انتوما كتشوفو الفضالات يعني بشكل دائري لا كتلقوا هاد جي هاك سوداء اشنه هي سوداء يعني ارى فيهم لا دياري والاسم علمي ديالها وهي الكوكسيديا طريقة ديال تستعمال ديال هاد الخل سهلة وبسيطة يعني كتديروا معلقة ديال الخل معلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع ايطروا ديال الماء وهذا كيطروا ديال الماء كتفرقوا عليهم يعني في طاصة ديالهم او الناس اللي ديرين شرابات اللي ديرين الحلامات مهم انهم كيشربوا منهم كونهم متأكدين انه انه يعني شي حاجة خيالية يعني في البلاس كيوليو كرشهم مزيانة ايه القضية ديال واش هو علاج او لغي وقاية انا كننصح به كويقاية حقيقة كننصح به كويقاية هاد الخل هادا ف deti يعني ف يعني ف يعني في السيدهالي الصغيرديا ديالكم يعني كما يكون عندكم ادوية اخرة مثلا ديال تسمغ الالدون ولات ال ادوية完了 ما يكون عندكم ديال الارانب ديال الارانب يكون عندكم بيكاربوناتص دياليوم اي أحسن الأحيب من انتفاخات والخل ضروري انهم دياليما يكون عندكم محطوط في الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالآن كيفاش غنستعملوه كويقاية وهي تكون عندنا واحد المذكيرة وكاتبين فيها التاريخ يعني مثلا دلنا هاد الخل أرشيناه دلنا لهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدوا التاريخ ديال هاد النهار ونسلنا واحد 15 يوم ونعودوا نفس العملية وبالتالي اسمو كنكون ودرنا كنكون ودرنا وقايا ماشي نخليوا تاي مرضو عاد نديروا لهم العلاج لا يكون عندنا واحد نظام غادين به اشن هو هاد النظام اننا نكبو هادك الخل وفوحد يطروا ديال الماء ونعطيه لهم ونقيدوا هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوديني 15 يوم اخرى ان عوديني عودوا لهم نفس العملية وهكذا دواليك على طول حيات ديالهم وكونوا متأكدين ان هاده را غادي تكون واحد الوقاية من نوع خاص تمن رخيص يعني هاد القرعة ممكن ان را غادي تضرب بزاف اعتسموه هي معلقة ديال الخل يعني في لمدة ثلث يام مديروا للم تلث يام معلقة ديال الخل في مدة ديال خمستاشر يوم يعني ارا شيء خيالي غادي تضربكم بزاف وهاد رب عبد الرامونس غادي تضربكم بزاف وفي نفس الوقت ما تسنوش للمرضتي يكون عابش ديرولهم لا ديروها كاعلاج كاوقاية عفوا يكون كاوقاية الناس اللي ضربوا لهم الالانب ديالهم صاف يخدموا الخل مزيان ولكن يصمروا عليه يبقوا ديما غادين على الخل راه شيء حاجة يعني جد جد فعالة ورخيصة في الثامن اذا اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش بجرس جام تكيوا على زر جام نزلوا سبعكم التحت وتكيوا على زر جام باش تسندونا نزيدو القدام ما فيها باسي لاحل الاختير الاسوري وتكيوا على زر جام باش تسندوني ونقنصر تقوم فيديويات لمهمة بحالة الفيديو درع في فيديو هادية رعا مهم في تربيق الالانب الخل تكيوا على زر جام وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة